الله، 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 سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى بقية الآيات الكريمة قلنا أن هذه السورة سورة مكية صحيح سورة هود صلوات الله عليه جاءت ونزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحزن أو بعد عام الحزن بعد وفاة سيدنا أبي طالب وسيدتنا خديجة عليهم السلام خب طبيعي أن السورة المكية عادة كانت تعالج القضايا العقائدية من التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وما أشبه أيضا بصمات هذه السورة تدل على نوع من تطيب النفس إن صح التعبير ومن زرع العزم في قلوب أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتاج له واحد شجعه هو نبي كريم خاتم الأنبياء مبعوث بالرسالة متيقن من كل البس الأصحاب وكلهم مثل علي بن أبي طالب علي معصوم صلى الله عليه البقية كانوا بين فترة أخرى يهتزون في الفترة المكية وحتى في الفترة المدنية في الفترة المكية كانت ضغوط عليهم قتل، تعذيب، تهجير، هجرة إلى الحبشة، مقاطعة اقتصادية في شعب أبي النتيجة هذة نتأثر مو كل الناس أقوياء نفسيا وإيمانيا ويقين عندهم فكانوا يحتاجون إلى ترسيخ العزم والتصميم في قلوبهم من الآن من هذه الآية في هذه الليلة آية رقم خمسة وعشرين إلى أواخر سورة هود إحنا رح نقرأ أسماء أنبياء بشكل مقتربتها طبعا هل كتبتها إن أنا أتصور أو لا ما أدري لا ما كتبتها نوح إبراهيم موسى شعيب لوط وهكذا ليه إيش هذا هنا جايك بهالكثرة يعني صحيح أنه كثير من السور بيها أسماء الأنبياء بس هنا لحشر صاير يعني لأجل ترسيخ العزم واليقين في قلوب أصحاب رسول الله قال نو دير بالكم هذا الشيء مجديد هذه الضغوط التي ترونها ليس بجديد على رسول الله الأنبياء السابقون أيضا عذبوا هجروا قتلوا فيبدأ من وين؟ يبدأ من نوح ليش؟ لأن النوح أول نبي من أولي العزم هذا أولا أول نبي من أولي العزم أولي العزم منهم خمسة يبدأون بنوح بعدين إبراهيم بعدين موسى بعدين عيسى المسيح بعدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله ذون ما قلوا العازم لإمن أولي العزم رسل يعني شنو يعني أرسلوا إلى قومهم بتبليغ هذا واحد ثانيا نقوله العزم يعني كافة يعني أرسلوا إلى جميع الخلق هذا تعبير آخر ثالثا أو رابعا عندهم شريعة شريعة يعني أحكام عندهم مو بس جاي فقط ينذر الناس ينصح الناس يبشر الناس بالجنة هذا النبي وبعض الأنبياء كانوا لأقوامهم لقريةه لعائلته فقط نبي لعائلة واحدة مثل عالم في منطقة مثلا ولكن كان يوحى إليه درجات نفضل بعضهم على بعض في الآية القرآنية موجودة أنه الأنبياء أيضا واحد أفضل من الثاني واحد أعظم من الثاني عظماء الأنبياء والرسل خمسة بدايتهم من نوح أنا اليوم راح أدوري التاريخ نوح لا بأس أنه تستمعون إلى هذه الفقرات التي كتبتها حسب عقيدتنا نحن واليهود والمسيحيون الأديان السماوية الذين ينتمون إلى الأديان السماوية نعتقد أن أب البشرية أب البشرية هو من؟ آدم أبونا كلنا أمنا منه؟ حواء زوجته هذا أول الخليق هاي عقيدتنا بس بعض العلماء ما يعتقدون لذلك بعض آخر طيب آدم لما نأجي شنصا تزوج ب زوجته حواء الله رزقه هابيل وقابيل خصتهم معروفة قابيل قتل أخاه هابيل ظلما وعدوانا فبالنتيجة وصي آدم منه كان؟ هابيل كان أول وصي قتل اغتيل بعدين الله رزقه بمن؟ بشيث أو شيث هذا صار وصي لمن؟ لآدم وهذا تاريخ البشرية بعدين هذا بقى فترة وهذا لأيام كانوا يعمرون ترى عمرهم كان طويل بعده جاء إدريس عليه السلام اسمه موجود أيضا إدريس بقي فترة كبيرة أيضا يرشد الناس بس شنو مو نبي من أولي العزل بعد إدريس مباشرة بعد وفاته أرسل الله شيخ الأنبياء هذا لقب منه شيقة منه نحق منه ليه الشيخ لأن أطولهم عمرا في الآية القرآنية أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين فقط فترة التبليغ كانت لها لما نبعث شوكت ولما نبعث ما كان عمرا مثلا يوم واحد وبعث لا كان كبير السن بعدين بقى فترة في شيخوخته بعد الرص والسفينة هنبقى يقولون هسه أنا ما أدري صحيح أولا ألفين وخمسمائة سنة عمرا ألفين وخمسمائة سنة عمر هسه إذا ما نقبل كله نص القرآن يقول يقول تسعمائة وخمسين سنة هاي فترة التبليغ هذا يجي وين شوكت بعد إدريس عليه السلام نوح بعد إدريس إدريس بعد شيث أو شيث شيث ابن آدم اسمه نوح عبد الغفار شنو يعني عربي كان ما أدري هالشكل وارده في اللوايات استيمكن ترجمته بالسريانية هو خمو مو فلسطينة حتى نقول عبري سرياني كان أو كان عربي يعرف اسمه عبد الغفار لماذا يسمونه نوح لأنه ناح كثيرا كان يبكي من خوف الله ويبكي ليش هذول قومه هالشكل متعندين معاندين فيبكي ولذلك سموه نوح أول أنبياء للعزم لقبه الله العبد الشكور كان عبدا شكورا في القرآن موجود ذكر اسمه في 13 سورة من سور القرآن يعني تكررت لمناسبات طبعا شيخ الأنبياء لأنه أطولهم عمرا أول من نزل العذاب على قومه هذول البشرية كانوا مجموعات انتشروا آدم وأولاده تزاوجوا تناكحوا إلى أن كثروا بعدين إدريس المجتمع البشري زاد 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 إلى أن أجمنوا نوح بقية بقية 950 طبيعا تناسل أكو تزاوج أكو تناكع أكو وبالنتيجة يكثرون هذول كانوا من المعاندين عجيب يعني أتصور أنا عفوا الصور البشرية في أولى أيامها كانت متعندة أكثر من الآن هكذا أرى في القصص قصص الأنبياء ولذلك أول نبي نزل العذاب على قومه هو نوح عليه السلام العجيب في تاريخ نوح رأيت في الروايات أنه كان يضرب يرمى بالحجارة عندما كان يبلغ عندما يدعو الناس إلى الهداية يضربوه يعني استغفر الله يأخذون نبيهم يضربوه إلى أن يغشى عليه يجون يرمونه هاي بالروايات موجودة يرمونه أمام بيته من ناحية ثانية زوجته كان عنده زوجتين الزوجة الأولى الزوجة الأولى ضده ابنه ضده بعد الناس مختارين بعد الله خلقهم مختاران مختارين فشنو صار يعني لا في البيت عنده هدوء من زوجته وأولاده ولا بره يضرب فيغشى عليه ويجر الدم من أنفه ثلاثة أيام مغشى عليه مغمى عليك بعدين يقوم ويروح للتبليغ مرة ثانية هذه عظمة يعني بس الحمد لله الناس بتضرب العلماء بس يقتلوهم بالصحة يعني خب لما انقضت ثلاثمائة سنة من الدعوة بعضهم ماتوا بعضهم بقوا ما أثر إلا في القليل القليل شكى نوح إلى ربه بتأثير من قومه طبعا المؤمنينها قالوا يا نوح أنا مين يقدر لي تحمل إلى متى هذا العذاب اللي تقول ادعو ربك فنزل جبرايل في ثلة من الملائكة هاي أحاديث أقرأ لك بالقرآن ما موجود نزل جبرايل في ثلة من الملائكة قال يا نوح الله سوف ينصرك قال يعني شنون قال يعني قريبا إن شاء الله هذه قريب هذه قريبا طوال ثلاثمائة سنة بعد إيش قد صار صار ستمائة سنة مرة ثانية هم إجا جبرايل قال قريبا إلى أن صار تسعمية وخمسين سنة قبل الطوفان بعدين الأصحاب والمؤمنين هو يضع جوا لأن كانوا يعذبوهم يعذوهم يستهزئون بهم محاصرة اقتصادية سوون كل شي يسوون بعد فأتوا إلى نوح يا نوح ادعوا ربك بإلحاح فذهب وصلى ودعا ربه فنزل جبرايل وقال يا نوح القرار السماوي حسب تعبيرنا صادر بشنو بالعذاب هو متى لا الآن روح كلوا التمر تمر واخذوا النوات وزرعوها ليش قال معلكم ليش هذا أمر من الله طيب أمر أصحابه يا ناس يا مؤمنين الأمر السماوي هسا أنت تتصور احنا إذا كنا حقيقة أنا اليوم لأفكر إذا احنا كنا شنون شنون نقول يقول بعد سنوات صبر هسا يقول رح أقل تمر رح أقل تمر بعدين شنون شوف هنالا يمتحن الإيمان واليقين والصمود قالهم ما يخالف ناكل تمر وبعدين شنسوي طبعا يمكن تقولهم تمر منين التمر لأنه النوح كان في العراق انبعاث النوح مسكن المكان اللي كان يسكن به ويبلغ يقولون بين الكوفة وبغداد هكذا لسا الآن آثارا باقية يقولون بس بالروايات أكو أنه في كوفان خب أكلوا التمر بعدين النوات ازرعوها طيب اللي يعرف الزراعة منكم مش قال يطول ما أدري يقولون أربعين سنة ما أدري عشرين سنة عشر سنوات إلى أن تصير نخلة خصارة نخلة بعدين مرة ثانية أكلوا حتى يزداد مش قال يقولون يأكلون مو ويغوا أكلوا وزرعوا النوات ثلاث مرات في هالحقبات الثلاثة أو الحقب الثلاثة شنو صار قسم من المؤمنين ارتدوا نستجيروا بالله من الارتداد كانوا صلحاء فصاروا أشقياء والأمثلة عديدة صفوا 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 ويقولون قصة حتى تعرف قصة نوح يا مهدي ما يشاء الله عليك فصاروا ثمانين نفر تسعين نفر هالعدد يقولون بس هالعدد أكثر أقل من النساء والرجال تصفية صارت المخلصون مو المخلصون المخلصون بقوا احنا في هذا العصر خلنطبق على أنفسنا لنقرأ قصة نوح فما دل شلو شان فخوف صحيح احنا دا نصفى نغربل غربلة ونبلبل بلبلة كمال في الحديث في عصر الغيبة في عصر عدم ظهور الإمام احنا نغربل لازم نأخذ درس من قضية نوح عليه السلام وبقية الأنبياء بعدين يجي أمر أنه تزوج بعمورة امرأة اسمها عمورة تزوجها لأن الزوجة الأولى كانت كافرة ضد نوح تزوجها الله رزقه بأولاد سام حام وهذولا طيبين هذولا خوب ولذلك يقولون نسلوا أفريقيا من واحد من هذولا هاجر لأنه صاروا سود نسلوا الثاني ما أدري أصفر كان من الملاطق اللي شوية لونهم يختلف البشرية انتهت بعد بعد الطفان فهذولا تشروا ولذلك الألوان تختلف إضافة على التأثير الجغرافيا أيضا هذه عمورة ابتليت بأبيها أبوها كان كافر أخذها وسجنها سنة من دون طعام قالوا هذي ميتة بعد اجوا وفتحوا السجن حتى يشوفون شنو صارت شافوا حية تعبد ربها قالوا شنون انت انت بقيته الشكل قال من الله سبحانه وتعالى يعني معاجزة مصارت عليهم آخر شي بعد كل هالفترة والتمر والمهدري فلان قالوا اقطعوا التمر اقطعوا العفو النخل حتى يصير خشب هناك أمر بصنع السفينة هاي قصيرة السفينة بعدين نجي بيها لأنه الآن الليلة من لحق بعد المهم بقي المخلصون من أصحابه فأمر بصنع السفينة هاي صنع السفينة وين في مكان ماكو مي صحراء النجف صحراء كوفة الآن بقايا من الطوفان تشوفونا وين في النجف اللي يسموه بحرة إذا شافين إذا تروحون إلى صافي صفا تزورون هذا الصحابي الجليل اللي جاي من اليمن دفن هناك تشوفون البحرة شوية باقي من الماء هاي بعد الطوفان المهم إذا رست السفينة هناك فأمر بصنع السفينة هذه بعض جوانب من قصة وحياة نوح عليه السلام سنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا الله يقول احنا أرسلنا يعني صار رسول مع أنه كان نبيا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه طيب شنو سوى الآن لوما تقرأ الآيات تشوف جمل ثلاثة أربعة هذه خلاصة تسعمية وخمسين سنة الله يلخصه فيه ثلاثة أربعة جمل أولا إني لكم ردير مبين أنا جاي أنذركم أنذركم من شنو من أعمالكم سيئة من الشرك من عبالة الأصنام من عاقبة سوء لأنه هذول مو بس كانوا يعبدون للأصنام لا كانوا فسقة فجرة ظلمة يظلمون الضعفاء يعني مو بس قضية عقيدة وخلاص إني نذير إني لكم نذير مبين هذا وحده هذا وحده أنا نذير نذير يعني الذي ينذر بالعاقبة السيئة الثاني شنو أن لا تعبدوا إلا الله يدعوهم إلى توحيد الله لأن كانوا يعبدون الأصنام إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم نذير مبين للدنيا عذاب يوم أليم المعاد يعني ثلاث أشياء كان يقول لهم التوحيد المعاد الحياة الطيبة في الدنيا فقال الملأ الذين كفروا الملأ عادة لا تطلق هذه الكلمة للناس العاديين الملأ تطلق في اللغة العربية بجماعة تملأ العين ولذلك يسمون ملأ يعني يملأون العين من يملأ العين الكبار الطغاة الظلمة اللي يقودون المجتمعات السيئة بطريقة سيئة هذول يسموهم الملأ يعني الضعفاء ما يجب الضعفاء كانوا ويمنوا وينوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا طيب تعالوا حاججوني في أفكاري ما يجوا يحاججوا في أفكاري يعني تعالوا نقعد نتكلم عن التوحيد هل هو صحيح أو لا معاد هل هو صحيح أو لا عقلا لا ما يجوا الشكل قالوا احنا نشوفك مو بشر مو ملك انت انت بشر ما نراك إلا بشرا مثلنا يعني شنو يعني انت جاي تتزعم علينا تريد تصير نبي والنبي الزعمبار يصير زعيم القوم نحن زعماء شوفوا بس اذية المصالح وين المصالح اجت في الجانب وما نراك هاي وحدة اولا انت مثل بشر مو ملائكة ثانيا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي اللي يتبعك فلاح حطار مقال حداد مو تاجر كبير مو اخطاعي مو زعيم هذول مو اياك فإحنا الزعماء اشو اللي اتبعك وقبل دعوتك ونبوتك هذول ضعفاء قبل فعل ايام النبي من نفس الشي صار اقطابوا قريش وقفوا ضده منو اجي ابو ذر ابو ذر صحراوي جاي من الربذة من وين من لا غفار احسنتم من قبيلة غفار قبيلة غفار في طريق المدينة الى الشاق وكانوا قمركشية حسب تعبيرنا هذا اجي صار مؤمن صار مسلم عبد كعمار هذا العظيم عمار ابن ياسر ابوه وامه سمية ياسر وسمية هذول عبيد كانوا بلال الحبشي وذاك اليوم القومية العربية مهمة حبشي جاي صهيب جاي سلمان بعدين صار في المدينة صار سلمان في مكة ما كان كان في المدينة مقيد كان عبد يعني استعبدوه هذول اللي وياك ايام نح نفس نفس الحدشي يعني وما نراك اتبعك يعني لم يتبعك الا الذين هم اراذلنا اراذل جمع الرذل رذل يعني انسان ما الى قيمة في المجتمع عند الله عنده قيمة ولكن في المجتمع في الواحد عادي بادي الرأي بادي الرأي شون معناته يعني هذول مو مثقفين مو نخبة حس اليوم نفس الشي النخب ويا منو النخب منو يعني يعني الدكاترة المهندسين فلان هذول منو يوني بتبعون طيب يمكن هذول كلهم ما عندهم ايمان اراذل بادي الرأي رأسا يقبلون بادي الرأي يسمون لشخص اللي رأسا يقبل الكلام الحق ليش يقبل لان فترة سليمة وما نرى لكم علينا من فضل هذا الاستدلال الرابع انتوا فضل ما عندكم علينا حتى تزعمون شفر شنو صار الموضوع صار العراق والنزاع على الزعامة صارت بل نظل لكم كاذبين احنا نتصور انتوا تدعون النبوة يعني انت يا نوح واصحابك اللي تدعون الرسالة والنبوة كاذبين هذا استدلال غير منطقي يعني ما جاوب المنطق والدليل والبرهان الجواب من النوح شنو قال يا قومي ارأيتم ان كنت على بيلة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم هذا شنو معناته يعني تعالوا نقعد نسالف معكم ارأيتم يعني اذا شفتوا انه انا على بينا يعني حقيقة انا نبي حقيقة انا رسول وعندي معجزة معاجز عندي النبي عنده معجزة كل نبي عنده معجزة فاثبتت لكم نبوتي شو تسوون بعدين هذا معنى الآية قال يا قومي ارأيتم ان كنت انا نوح على بينة من ربي يعني عندي دليل انني نبي ورسول من الله وآتاني رحمة من عنده جعلني نبياً رسولاً هذه رحمة فعميت عليكم ما قدرتوا تستوعبون هذا ما قدرتوا هذا هنا انا مهم ترها هاي الكلمة اللي اريد اقولها ما قدرتوا جبراً لا اختياراً عميت عليكم يعني ما تريدون تقبلون الحق مشكل انلزمكموها احنا نقدر نجبركم وانتم لها كارهون هذي عظمة الدين لانه لا اكراهة في الدين انا ما لزلكم انا ادعو فقط طيب هنانا اللي يدعو هو ما عنده سلاح ما عنده قوة مسلحة لا يطلب مال الان نقرأ انهم ما يطلب مال ليش تضربوه ليش تهينوه ليش تقتلوه ليش تعذبون اصحابه ما تريدون انلزمكموها الزام يعني وانتم لها كارهون ما تريدون خلاص انا فقط ابلغ يعني طريقة الانبياء احنا اليوم نسميها طريقة ديمقراطية لسه كلمة ديمقراطية ملطيفة هنانا طريقة عقلائية هادئة ليست عنيفة ليست بالقوة والالزام ليست بالقهر والجبر انت متريد تقبل لا تقبل ولكن ما اليك حق تطردني ما اليك حق تضربني ما اليك حق يعني هذه حقوق الانسان اللي يقنون في الغرب تعال شوفه هنانا حقوق الانسان شنو انني حر اذا اردت ان ابين رأيي في مجتمع اكون حر هذا معنى تبعا نوح شنو كان يقول انا حر ادعوكم الى الله متل دون ما يخالف اللي يريد يقبل واللي ما يريد ما يقبل ممكن تسأل على النبي صلى الله عليه وآله وسأل له ليش حارب هذا عنف بعد حارب عنف نوعا من انواع العنف الجواب كم مرة قاية الان كل غزوات الرسول وحروب الرسول وسرايا الرسول دفاعية واثبتنا في الكتاب في موسوعة الرسول المصطفى جهاد الرسول والسلام العالمي اثبتناه لك ولا حرب ولا غزوة انه ببدأ ابدا كل الدفاق الدفاق عقلي اذا واحد يجم على بيتك شا تسوي تقعد الشكل يقول تعال اهجم عليك وقلت لي لازم ادافع عن نفسي بالنتيجة كلها دفاعية فماكو اي عنف في سيرة الانبياء كلها طريقة سلسة وباختيار الناس بعدين هذا الدليل الاول اللي انا ما عندي قوة ضدكم ولا استفيد من القوة فقط انذركم وابشركم نذير واحد يجي الى مجتمع يقول دير بالكم راح يصير لزلزال لا سمح الله نجي من الضربة ليش تحتي الان الدعاة المخلصون في العالم من جيب اسماء بدون اسماء الدعاة المخلصون في العالم شنو طريقتهم المخلصون الذين يتبعون النهجة الانبياء طريقتهم انه يدعون الناس الى الخير اولا ينذرونهم يا ناس ترى اكو الشر دا يجي اكو امراض دا تيجي اكو بلايا دا تيجي على اولادنا على فتياتنا ديروا بالكم عدنا اخذنا لقتلة لسجنة ليش انت تحتي هذه معناته نفس الحالة اللي كانت في زمن النوح وفي زمن جميع الانبياء بعدين اذا تدعون انه انا عدي رعاسة وفلوس اريد يا قومي لا اسألكم عليه مالا انا على هذا الدعا ما اريد مال منكم فلوس ما اريد من اللي يجي يريد مصلحة لازم يطلب فلوس فلوس ما اريد ان اجري الا على الله انا اخذ شدي من الله وما انا بطارد الذين امنوا اول شي شنو قالوا قالوا انت ليش جامعة لك الحفات العفات الفلاحين العمال اراثل القوم اراثل جامع الراذل لك انت ليش جامعة هذول احنا الكبارية ما نقعد ويا هذول في مجلس واحد هذا طريقتهم كانت شنو الجواب وما انا بطارد الذين امنوا هذول الذين امنوا انا اطردهم اقول لا انت ما اقبلت اسلامكم انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون الطريق الوحيد اللي كان نوح وبقية الانبياء يقولوا انت جهان هذا هو ما يحشون شيء بعد ويا قوم يعلمون يعلمون الغيب يعني لا اعلم الغيب باستقلالي واحنا اقيدتنا هذه المسلمون خاصة الشيعة اقيدتنا ان الامة والانبياء يعلمون الغيب بتعليم الله هم ما يعلمون ذاتا وَلَا اقول اني ملك ما ادعي شيء يعني لا اريد زعامة لا فلوس لا تكريم منكم هيج ما اريد فقط اقبلوا نصائحي وَلَا اقول للذي تزدري اعينكم اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هذول اللي تعتبرونهم اراذل تزدري يعني تحقرونهم هذول البسطاء اللي حولي المؤمنين اللي جايين حولي تزدري اعينكم هذول لن يؤتي الله خيرا انا ما اقدر ادعي انه الله ما يعطيهم خير يعني شنو يعني عظمة في المستقبل في الاخرة يمكن هذول كبار الجنة يصيرون وهو انسان حافي الله اعلم بما في انفسهم من ايمانهم يعني اني اذا لمن الظالمين اذا اسوه الشكل انا ظالم بعد هالجدال طبعا اختصار لتسعمية وخمسين سنة من التبليغ هذا اختصاره شنو جاوبوا قالوا يا نوح قد جادلتنا هذا جدال ما نقدر احنا نجاوبك استدلال ماكو عناد فاكثر تجدالنا وايه تحكي وايه تبلغ وايه توعظ قلو بشن سوي فأتنا بما تعدنا ما تقول عذاب يجي جيب العذاب فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما يأتيكم به الله العذاب مبيدي العذاب ليس بيد الانبياء بيد الله وش قد طول 300 سنة اول 300 سنة ثانية 300 سنة ثانية بعد الروح وكل تمر وازرع النوات قال إنما يأتيكم به الله إن شاء المشيئة بيد الله وما أنتم بمعجزين إذا أجى العذاب بعد ما تقدرون نسوون شي معجزين يعني تقفون أمام العذاب ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم معلاته وصل القضية إلى 900 سنة شاف بعد ما يفي للنصيحة يعني التوالد والتناسل بقى إلى وقت أنه حتى الله في القرآن في سورة النوح يقول بعد ماكو أمل أنه واحد يصير مؤمن مضمون الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن صح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم الله لا يغوي أحدا بالإجبار يغويكم يعني يجعلكم وأمركم وشأنكم يعني التوفيق للهداية بعد ماكو ليش لأن الإنسان اللي هو ما يقبل الهداية الله يجعله وظلاله بعد تركه توفيق بعد ماكو هذا معنى يغويكم مو معنى جبرها إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إلى آخر الآيات لأنه هواي صارت بعد أن يوصل إلى صنع السفينة هذه قصة نوح في تلك الفترة العصيبة في عام الحزن كانت بلسما على جروح أصحاب رسول الله أنه عجيب نوح شيخ الأنبياء يضرب ويقع في أمام بيتي ثلاثة مغمى عليه بس النبي مو يشكل همزين يعني صحيح أن سمية استشهدت ياسر استشهد رضوان الله عليهما بس بالنتيجة قدرنا مسافر إلى الحبشة كثير من المسلمين هاجروا بعد وقاطعة الاقتصادية وبعد وفاة أبي طالب هناك الضغط صار أكثر فهذه السورة كانت بلسم على جراحه أما الموعظة الأخيرة عن جعفر بن محمد يعني الإمام الصادق عن أبيه يعني الإمام الباقر عن آبائه يعني الإمام زين العابدين ثم الحسين ثم أمير المؤمنين عن علي عليه السلام قال قال رسول الله استحيوا من الله حق الحياء هذا يسمون سلسلة الذهب الروايات التي تبدأ من إمام السادس السابع الثامن إلى الإمام الرضا مثلا سلام الله عليه عن أبيه عن أبيه عن أبيه كلهم معصومون طاهرون مطهرون ويصل إلى رسول الله يسموه سلسلة الذهب يعني السنة الذهب هذا يعني كلهم معدول كلمة عدول ملطيفة كلهم أئمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 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 استحيوا من الله حق الحياء هذه موعظة يعني يا ناس شوية حياء من من مو من المجتمع من الله شنون نستحي قالوا يا رسول الله وما نفعل يا رسول الله شنو أدوات الحياء شنون نستحي من الله قال صلى الله عليه وآله فإن كنتم فاعلين إذا أنتم صدق تريدون تطبقون نصيحتي اسمعوا فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم الليلة ننام طبعا نحن في رمضان من نوم الصبح ننام ما كفر فإن كنتم فاعلين إذا الصدق أنتم أهل تطبيق فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم كل ليلة يعني إلا وأجله بين عينيه أفضل موعظه هذا يعني يفكر بالليل أنا يمكن الصبح أقوم أو هذا صديقنا قبل كم يوم بعد رايح سفرة في المرة إجا وخبر أنه توفي رحمة الله على فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه إذا صار هالشكل بعد يستحي من أغضل يعني بكرة الصباح لمن يقوم بعد ما يسوي ذنوب هذه وحدة وليحفظ الرأس وما عوى بكرة الصباح يقوم ما مات فليحفظ يعني يكون يجب عليه أن يحفظ الرأس وما عوى وما عوى يعني شنو يعني وما احتوى الأفكار الباطلة ليه يجي في رأسه الأفكار الباطلة شنو الشرك الكفر الظلم التعدي التجاوز الحسد الحقد هاي أوين تجي في الرأس تجي يعني في الفكر تجي يبتعد عنها هاي الثنية الثالث والبطن وما حوى يعني فليحفظ الرأس وليحفظ البطن وما حوى منين أكل شنو أكل حلال حرام طيب مطيب كل هذا يحافظ عليه هاي ثلاثة وليذكر القبر والبلاء يتذكر دائما أنه أنا يوم أموت وأبلة يعني عظامي تتهشم تروح ومن أراد الآخرة فليدع زينة الدنيا هذه الرابعة اللي يريد الآخرة الحقيقية الجنة يجب عليه أن يترك يعني يدع يترك زينة الدنيا الدنيا يكون فرق الدنيا أفضل وسيلة للآخرة للجنة أصلي الدنيا جسر إلى الجنة جسر قنطرة الجنة كما في بعض الروايات ما يقول الدنيا يقول زينة الدنيا يعني الأشياء الباطلة في الدنيا يترك أربعة نصائح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وفقنا لتطبيق لهذه النصائح فينا وفي أهلنا اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 اشتركوا في القناة